مرحبا يسعد لي اوقاتكن يا رب بما انو العيد على البواب انشاء الله كالعام وانتو بألف خير اليوم رح نعمل مع بعض وصفة من حلويات العيد المعروفة والمشهورة عنا الغريبة رح نعملها بطريقة سهلة كتير وبثلاث مكونات بس وانشاء الله يا رب بكونوا متوفرين بكل بيت الغريبة من اسهل الحلويات يلي ممكن نعملها للعيد بس في ملاحظات مهمة كتير لازم ننتبه عليها لحتى تنجح معنا مية بالمية وتطلع اطيب من الجاهز والدوب بالتمدى وبان رح نحكي عنهم بهذا الفيديو بتمنى يلي عم بيشوفني لأول مرة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم الفيديوهات لما بتنزل وهلأ رحبلش معكم بالمكونات كاسة طحين زائد معلق طعام طحين نصف كوب سكر بودرة حسرا بودرة نصف كاسة سمنة باردة زبدة افدا ما بيمشي الحال بهاي الوصفة لانه الزبدة فيها نسبة من السوائل وهذا الشي بيعطي لغريبة قوامي كتير قاسي لهيك لازم نستخدم سمنة حسرا هلأ رح نبلش بتطبيق الوصفة حتيت السمنة مع السكر البودرة ورح اخفؤوني كتير منيح لمدة خمس دقايق على سرعة متوسطة لحتى يصير عندي القوام لونه ابيض وقوام بيشفى قوام الكريمة تقريبا رح اخفؤون لمدة خمس دقايق بهاي الوصفة لازم نستخدم المضرب الكهربائي ما بيمشي حال السلك اليدوي وبصار عندي الخليط بهذا الشكل هلأ رح ضيف لطحين ورح اعجنن بايدي اهم ملاحظة انه لغريبة ما بدي عجن كل ما كترته عجن كل ما اسيت معنا العجينة لهيك لازم نلم العجينة شوي شوي بايذينة من دون ما نعجنن ابدا لحتى متل ما قلتلكم ما تقسى العجينة بعد الشوي وبس صارت عندي متماسكة والعجينة صارت ناعمة ولينة هيك بتكون صارت جاهزة وفي ملاحظة كتير مهمة حاولوا لما بتكون تشتغلوا بحلويات العيد سواء غريبة او معمول تشتغلوا فيها بفترة الصبح او المساء لانه بيكون الجو لساته بارد شوي اما بفترة النهار رح يكون الجو كتير حامي والعجينة من حرارة ايدنا ومن حرارة الجو رح تعذبنا كتير لانه رح تطرى معانا كتير لهيك انتبهوا كتير لهذا الموضوع هلا رح اغطي عجينة الغريبة وحطها بالبراد لمدة نص ساعة وبعد هيك بطلعها وباخد منها قسم صغير اللي بدي اشتغل فيه وبرجع الباقي على البراد هذا الموضوع كمان كتير مهم لحتى تبقى العجينة متماسكة اهم شغلي هلا لما بطلعها من البراد لازم اعملها بهي الطريقة براحة ايدي لحتى تصير كمان عندي ناعمة لما بتكون فيها تشققات العجينة وانتي عم تشتغلي فيها اجباري بعد شوي رح يضل فيها تشققات اما بهاي الطريقة بتصير عندي العجينة ناعمة ومالسة كتير رح حاول اعملها هيك براحة ايدي متل مو شايفين وبعد هيك بشكلهم وبقطعهم قطع متساوية حسب انتو شو بتحبو كبار او صغار بشكلهم بالطريقة اللي بدي اياها حاولوا كمان ما تكون القطع كتير كبيرة لانه كمان بعد ما تحطوهم بالفرن رح يكبر شوي حجمة لهيك انا بحب شكلهم يكون ناعم وصغير متل مو شايفين رح اعمل كل الكمية بهذا الشكل وبعد ما خلص بحطهم بسينية عليها ورق زبدة وبدخلهم على البراد لمدة عشر دقايق طبعا كمان بغطيهم قبل ما دخلهم على البراد واذا حابين تزينوا حبات الغريبة بالفستق الحلبي لازم تحطوا على كل الطعام حبة تفستق وتضغطوا عليها ضغطة خفيفة قبل ما ندخلهم على البراد وبعد ما نطلعهم يعني بعد مرور عشر دقايق بطلعهم وبدخلهم على فرن محمى مسبقا على حرارة 150 بالرف الوسط الفرن شغال بس من تحت تقريبا لمدة 14 دقيقة يعني ما بدي ياخدوا لون أبدا بس قبل ما نطلعهم من الفرن أو بعد ما نطلعهم من الفرن لازم ما نحرقهم أبدا لا يبردوا تماما وبس هيك والله هيك بتكون خصة وصفتنا لليوم بتمنى تعجبكم بعدوني تطبيقاتكم على حسابي لانستجرام رح حط لكم رابط الحساب بسندوق الوصف وكل المحبة مني أناهبة ترجمة نانسي قنقر